مجددا من الساحل الغربي هجوم جديد شنته الميليشيا على فرقاطة سعودية الفرقاطة تعرضت للهجوم أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة من قبل ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين حسب ما يظهره إعلامهم الحربي ويؤكده بيان التحالف الذي قال إن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة ما تسبب بانفجار الزورقي ونشوب الحريق التحالف قال أيضا أن اثنين من طاقم السفينة قتلوا فيما أصيب ثلاثة آخرين هجوم يأتي بعد هزائم متلاحقة تلقتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في الساحل الغربي وتحديدا في المخى التي ما زالت قوات الشرعية تحرز فيها تقدما مستمرا في تأكيد على أن مهاجمة البوارج البحرية سلوك تقدم عليه الميليشيا كلما تهدد وجودها في الساحل بتقدم قوات الجيش والمقاومة باتجاه الحديدة شمالا آخر متنفس بحري تحت سيطرتها تل الهجوم غارات لطائرات التحالف استهدفت معسكر القوات البحرية والكلية البحرية في الكثيب الحديدة الملاحة الدولية وفق مراقبين ستبقى مهددة ما لم تستعيد الدولة السيطرة على كل المنافذ وتمارس دورها الإشرافي عليها